كل شيء في الدنيا دي نصيب يعني المطش ده مطش مطش بيرامدزو مطش بيتلوجيت من بعده يعني بتكلم عليهم بقالي أكتر من سنة طبعا بطولة الكسر اللي هنع فيها مطش بالليل النهاردة اللي هتلاع بالساعة 9 مباراة أو مسابقة مستمرة من السنة اللي فاتت وبالتالي حنمتكلم عليها تقريبا بقالنا سنة محدش كان يعرف خالص انه هيجي اليوم اللي تلاع فيه المباراة دي ويقود فيها النادي الأهلي مدرب جديد طبعا هو البرتغالي ريكاردو سوارش كل التوفيق النهاردة الجمهور مستني يعني شوية يعني ودي حاجة حابين نتكلم فيها معاكم بصراحة ونتكلم فيها عموما الفترة اللي جاية الجمهور منتظر ايه من ريكاردو سوارش وازاي الراجل ده ياخد فرصة كاملة عشان يقدر يباني فكره وطريقة لعبه وبصمته على النادي الأهلي يعني كل أحوال عتقنة بدايات ممكن تباني النهاردة من حيث رغبة اللعيبة نفسها في انها تقول أنا هو يعني كل لعب النهاردة عنده رغبة كبيرة جدا في انه يظهر في اعلى فورمة في احسن شكل يظهر اكبر قدر من امكاناته قدام الموديل الفني الجديد عشان يلفت نظر الراجل لانه الراجل بالنسبة له كل اللعيبة سواسية اول مرة النهاردة يشوفهم برارة رسمية وبالتالي هيبدأ من النهاردة يقايم ويبدأ من النهاردة يفحص ويبدأ من النهاردة يقول مين ممكن اراهن عليه في الفترة اللي جاية ومين ممكن يبقى برا الحسابات وراجل شغال كمان من دلوقتي على اللي جاي يعني بيتابع وبيشوف وبيتفرج على لعيبة الاهلي المعارة سواء جوه مصر او برا مصر عشان يفكر طبعا هنا هو يعني ظهر طبعا مع مجموعة المساعدين يمكن يعني زي ما تبعت في المؤتمر الصحفي نعتقد انه جهاز الفني اللي بتولى مسؤوليتنا دي الاهلي هو اكبر جهاز فني يشتغل في مصر على مدار تاريخها كلها ما يتقليش انه فيه جهاز فني بهذا العدد وبهذا يعني الشكل من التخصص اشتغل في مصر قبل كده مع النادي الاهلي او مع اي نادي مصري او حتى مع اي من المنتخبات المصرية نتمنى له التوفيق الناس شايفة انه راجل جد دي انطباعات او لا يعني انا دايما بحيبش اخد المقدمات واصدر حكم مبكر لكن يعني فيه انطباعات خلينا نقول كده ان الراجل جد المشاهد اللي شفناها ليه في ملعب تيتش بيقول انه لا ليه شكل وطريقة مختلفة تماما ونتمنى ان شاء الله انه في اثر عوقت ممكن شان ما نظلمش الراجل برضو لازم ياخد فرصته كاملة نحس انه الكورة في فرقة النادي الاهلي اتغيرت يعني احنا ما كناش مدائين من النتائج اوي لكن كنا مدائين من انه ما كانش فيه تطور واضح في الفترة الاخيرة على كورة النادي الاهلي ما كانش فيه البدايات القوية اللي بدأنا بيها الموسم حالة انخفاضة على المستوى الفردي والجماعي الناس كلها كنت شايفها وحساها وملحظاها حالة الجهاد عنيفة جدا بيمر بيها لعبتنا وبالتالي عشان الراجل يدر يصلح كل ده هياخد وقت شوي نروح